بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد هل يجوز لي أن أصلي التراويح جالسا من غير مرض وهل يجوز لي أن أقرأ القرآن فيها من الهاتف المحمول أولا معلوم ومقرر لدى الفقهاء والعلماء أن القيامة في صلاة الفرض ركن من أركان الصلاة أن القيامة في صلاة الفرض ركن من أركان الصلاة للقادر عليه فمن قدر على القيامة في صلاة الفرض لابد أن يقوم لا يجلس إلا إذا كان هناك عذر أما بالنسبة لصلاة النفلي فيجوز فيها الجلوس حتى ولو كان الإنسان قادرا على القيامة لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم أي إن أجر القاعد في صلاة النفلي له أجر نصف الذي يقوم وطبعا ظالم أن الأجر للقائم أفضل وأعظم بفضل الله تعالى فلا يلجأ للجلوس إلا إذا كانت هناك ضرورة للجلوس هذا من باب تحصيل الفضل والأجر إذا كان مثلا الإنسان يحب أن يضول جدا في صلاة الترويح أو كان يصلي خلف إمام يضيل جدا أو كان به مرض يعني مرض أو تعب لا يستطيع القيام فهنا عليه أن يجلس هذا شق أما الشق الآخر هو قراءة القرآن من الهاتف المحمول في الصلاة فلا حرج في ذلك إن شاء الله في صلاة النفل شرط أن يضع الهاتف على وضع الضائران أو على وضع الضائرة حتى لا تأتيه مكالمات أو رسائل فتسجد عليه أو تقطع عليه الصلاة وأن يختار برنامجا بحيث يظل الهاتف مفتوحا بحيث إذا قام لا يحتاج إلى إدخال الرمز أو إلى إدخال فتح الشاشة في كل لحظة فيؤدي ذلك إلى التشويش عليه فإذا كان الهاتف من هذه الأنواع الحديثة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها كالذي له بصمة أو له غيره فبمجرد وضع الأصبع عليه يفتح وهو سهل ميسر بفضل الله تعالى في موضوع ما وصل إليه الإنسان في القراءة فيرجى إن شاء الله لذلك الخير وإن كنت أميل إلى استخدام المصحف أفضل من استخدام الهاتف المحمول أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يعيد علينا رمضان أعواماً عديدة وأزمنة مديدة من الخير واليمن والبركات والصحة والعافية لنا ولجميع المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته